صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل ومعكم النهاردة وفاطمة بعلي والنهاردة هنقدم مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وانتوا عارفين شعرنا دبري ووفري واملي كل اكلك في البيت يلا مع بعض نشوف الوصف ووصفتنا النهاردة متميزة جدا وهي وصفة الرز بالحمص الحجازية من الاكلات المشهورة جدا في السعودية وطعمها وكمتها الغذائية عالية جدا يلا مع بعض نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي اول حاجة هنحط حل على النهار واضيف معلقة من السمنة ويبصلية متقطعة جوليانا او مربعات ومعايا هنا كيلو من لحم الماعز او الضاني او اللحمة المتاحة عندك وهضيف ارنفلف الرومي وهشوحهم كويس جدا لحد ما يوصلون لون الدهب الحلو ده وهنا هضيف اللحمة بتاعتي هنا انا معايا اي لحمة انت تحبية هنا انا معايا لحمة ماعز دي من الفغدة وهنا بقى التابل المهم جدا الشيبة الشيبة من التوابل اللي بتميز المطبخ الصودي ومعايا هيل وورق لورة وكزبرة جافة وكمان كبابة صيني وفلفل اسود مطحونين بالشكل ده وهنبتدي نكه اللحمة بتاعتنا وهضيف بقى من الكزبرة او الكرفس التوابل دي بقى مع التقليبة الحلوة في اللحمة لحد ما تشرب من طعم التوابل والبصل دي خطوة مهمة لعمل اي مرأة وهبتدي اضيف حوالي تلاتة لتر من المياه او لترين من المياه لحد ما تستوي بالشكل ده وهضيف شرايح من الجزر واسبها بقى تستوي براحتها الخطوة كمان المهمة جدا بكرمل بصلاية بدون اي مادة دهنية مع نص معلقة صغيرة من السكر واضيف عليها شوية شوية من المياه لحد ما تتكرمل وتديني اللون الحلو ده وخصوصا بالبصل الاحمر وضيفيها بقى للشربة واشربي احلى مرأة ممكن تكليها في حياتك احنا في الاخر هنصفي كل المرأة دي هتبقى صفية جدا وطعمها ورحتها روعة هضيفي البصل لكرملناه هيفرق قوي في طعم المرأة وطعم اي اكلة يعني الطريقة دي اعتمديها في كل اكلاتك ان احنا نحط بصلية مكرملة مع اللحمة وهي بتتسلق بصوا بقى اللحمة استويت ورحتها روعة والشربة راحتها جميلة جدا طعمها حلو قوي هنبتدي بقى نجهز اكلتنا هضيفي الشربة مع اللحمة وهنا معايا كباية كبيرة منقوعة من حمص الطبيخ اللي احنا نستخدمه في الكويسة او السبانخ ومعايا هنا حوالي اربع كبيات من الرز البسمتي كل كباية رز بسمتي بتاخد كبايتين من الشربة دعف الرز المصري طبعا الرز بتاقي غسله بمية دافية وحط فيه نص معلقة ملح وهبتدي بقى اضيفه على الشربة واللحمة والحمص يعني اكلة كلها في حلة واحدة بالشكل ده انا عايزة الشربة او المرأة تغطيلي الرز والحمص واللحمة كل حاجة مع بعض وهنا هضيف يعني ربع معلقة صغيرة من الكمون الحاصة المطحون بيدي طعم حلو قوي كمان الاكلة دي بتحط فيها روس طوم صحيحة او مقسومة بالنص او ممكن نحط فيها فصوص من الطوم هنا وهي بتتشرب اللي يحبها حرة شوية بجيب فلفل حوار وبديله بس فتحة بالسكينة وبحطه وهنا حطيت كبش قرنفل ويرش من الكزبرة النعمة مع الطوم وخليها بقى تستوي على نار هادية لمدة 20 دقيقة بنوطي النار خالص فصوص الطوم دي بتبقى طعمها طحفة قوي وممكن كمان نشوحها نحمصها ونحطها عليها وكده خلصت اكلتنا مفيدة جدا فيها بوكليات وفيها رز وفيها بروتين وفيها كمان خضار الفلفل اللي احنا حطينه والكرفس او الكزبرة اللحمة بقى مستوية ودايبة وطعمها روعة بجد من الاكلات اللي حبتها جدا اللحمة فيها مستوية كمان اللي يحب بيحط حمص شام او بقى يحط مكسرات هنا بتتقدم مع شريح من اللمون او ممكن استغنى عنها والفلفل ده بقى بيبقى طحفة وانا هنا عاملة معاها صلصة الدقوس اللي هي بنقدمها مع الاكل الخليجي او الصعودي وصفة سهلة وبسيطة جدا وطعمها روعة يارب تكون وصفتنا عجبتكم وان شاء الله نتقابل فيديو جديد والسلام عليكم